أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية في 2002 انتقد الكونغرس الأمريكي بشدة ما كشفته نيتشر حول تصنيع فيروس بوليو مخبرياً كي يكون معدياً عبر المياه وأيضاً الريق وكل السوائل كما يحدث الآن في غزة وقرر الجيش الإسرائيلي كما ترون أمامكم من معريف تلقيح جنوده ضد هذا الفيروس المنتشر في القطاع هذه الصدمة للتصنيع المخبري لهذا الفيروس عام 2002 خلقت ضجة واسعة وقاد إيكا ويمار تقنيات مطابقة لأيبولا التي صنعت لسحق إذنيات في أفريقيا واليوم يجرب فيروس بوليو من أجل سحق الإثنيات العربية بالحرف إذن هذا التطور الاستثنائي الذي جعل كشف علماء الجينات لأول مرة لتقنيات الجينوم الذي تحول فيروساً إلى فيروس معدن وهو ما هيأ لكورونا والتخوف من دخول هذه الطفرات إلى مفهوم الحرب البيولوجية أصبح معكداً وكما ترون أمامكم مقالة نيتشر لقد كان أول جينوم هو بوليو الذي يحوله المختبر إلى فيروس معدن وهو اليوم معدن من جيل متقدم ومجرب لأول مرة في قطاع غزة هذا التحول الذي بدأ في 2002 وانتهى بالعالم إلى كورونا يجرب في طفرات أخرى بغزة بوليو فيروس البطيء والمتوحش هو ما يعانيه سكان غزة ويجب أن يلقح آل غزة بالكامل وهذه مسؤولية كاملة للمشتمع الدولي وللولايات المتحدة الأمريكية التي سلمت التلقيحات لكل أفراد الجيش الإسرائيلي ورغم ذلك فإن إعدام فيروس من الوجود حالة غير ممكنة إذ لا يمكن إعدام فيروس من الوجود ويمكن لأي خبير إعادة تركيبه بنفس تقنيات ويمر إن منهجية ويمر التي أعطتنا فيروس كورونا تركيب فيروس عظيم ومعقد ولا يمكن لأنزمات البشر أن تواجهه ليكون الحل حصرا هو الأيد آنفيرل وهو نفس ما كان مع تلقيحات كورونا هذا التطور الاستثنائي لفيروس طوليو جعل أولا كل التقنيات قبل 90 يوما من الآن تشمن جميع المختبرات للتلقيح ثاني مسألة أن قطاع غزة الذي يعاني من هذه الطفرات يحاول الآن الإسرائيلي التعاطي معها انطلاقا من قتل شعب بحرب بيولوجية بطيئة ومعقدة هذا تطور استثنائيا لا يجب لأحد أن يقف صامتا أمام هذا الفيديو أمام هذا الفيديو مسؤولية كل من سمعه أو رأاه مسؤوليته أن يقف ضد الإبادة اليوم بفيروس طوليو ضد شعب غزة هذه هي الرسالة وأهم من كل هذا أننا اليوم أمام توثيق لا يقبل جدلا إذ أمامنا تلقيحات أمريكية مواجهة لكل أفراد الجيش الإسرائيلي العامل الآن في قطاع غزة وثانيا فإن المختبرات الأمريكية تتحمل وحدها كامل المسؤولية حول الطفرات لبوليو ثالثا حصرا فإن المختبرات الأمريكية هي التي طورت وبالطفرات بوليو أن هذه المختبرات وهذه نقطة حاسمة هي وحدها التي تمتلك الآن جميع ما سمي بضاطة هذا الفيروس انطلاقا من المختبرات لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب بيولوجية بشراكة مع إسرائيل نحو الإبادة فهي تسلم الآن تلقيحات إلى الجنود الإسرائيليين وتمنعها من شعب غزة بل تمنع الأكل والشرب إذن هذا التطور الاستثناء لعدم وصول الماء والدواء والغذاء إلى شعب غزة يعد ضمن الجريمة أركان الجريمة الكاملة للإبادة الجماعية والآن دخلنا في الإبادة عبر الفيروس من أجل سحق شعب غزة إذن كل هذا نجله بمثابة أهم تطور لا بد من إعلانه أولا حالة طوارئ ضد الولايات المتحدة الأمريكية واعتبارها شريكا مباشرا إعلان تحقيقات فورية حول هذا الفيروس ومن أتى به إلى غزة لأنه ليس الجينوم بوليوجينوم تحويله إلى فيروس معدن لم يحدث إلا في المختبرات الأمريكية لذلك فلا يمكن بأي حال للولايات المتحدة الأمريكية أن ترد على مثل هذه المرافعة على الإطلاق علميا لا يمكن بأي حال التملص من هذه المسؤولية مسؤولية قانونية ومسؤولية إجرائية ناتجة عن تسليم هذه اللقاحات التي صنعت وبمعرفة أمريكا ومنذ 2002 وضمن رهانات الحرب على الإرهاب كجزء من ما لم يستخدم في أفغانستان وما لم يستخدم في العراق يستخدم في غزة هذا للأسف الشديد الأمريكيون كما لاحظناهم لم يقصفوا الحديدة وإنما سلموا للإسرائيليين من أجل قصف ميناء الحديدة على اعتبار أنه ميناء للمساعدات الإنسانية نفس الأمر تماما الأمريكيون صنعوا وحصريا بوليو منذ 2002 وناقش الكونغرس جميع هذه التفاصيل ولم يستخدم الأمريكيون أو على الأقل لم يتشرأوا على ذلك في حربهم ضد الإرهاب إلى أن وصلت حرب غزة وأصبح واضحا أن الإسرائيلي بدون خط أحمر البارحة سمت معاريف خطوط إسرائيل بالخطوط السوداء وهذا أمرا أصبح واضحا ولا يقبل الجدل أمام طورط أمريكيين الآن في تمييز عنصري جديد أمام حالة انتشار هذا الفيروس عندما يسلم الأمريكيون التلقيحات للجيش الإسرائيلي ولا يسلمونها لسكان غزة إذن هذا تطور رهيب لم يسبق في التاريخ أن كانت إبادة جماعية بأداة بيولوجية إذن حرب بيولوجية ضد غزة تتورط فيها أمريكا بمسؤولية ومن زاويتين المسؤولية الأولى منع الدواء عن قطاع غزة ثانيا منع التلقيحات عن شعب غزة وتسليم هذه التلقيحات للجنود الإسرائيليين ليستمروا في غزة وليموت شعب غزة إذن هذه رسالة هذا الفيديو رسالة واضحة لا تقبل جدلاً ولا تجوبها شائبة لذلك فإن هذه الحرب حرب شائنة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وأمريكا اليوم شريكة في حرب بيولوجية إبادة جماعية بأدات بيولوجية هذا الشعب هذا هو التطور الذي يجب إيقافه وهذا يجب أن يدان هذا ما يمكن قوله في هذا الفيديو الذي يعد رسالة شكراً جزيلاً وعلى اللقاء شكراً جزيلاً وعلى اللقاء